من نيويورك معنا الآن المحلل والمختص في السياسة الدولية أحمد فتحي سيد فتحي أهلا بك الخارجي الأمريكي لم تقدم أي مباررات لهذا القرار هل هو بالفعل مفاجئ وما الهدف منه برأيك في البداية القرار بالطبع هو كان مفاجئ للجميع لم نكن نتوقع أن يصدر مثل هذا القرار تنويه أن دبلوماسيين الإيرانيين وكوريين الشماليين وكان في السابق الدبلوماسيين السوفيت وقت الحرب الباردة أيضا يوجد عليهم هذا التحديد في التحرك في نطاق أو محيط 25 ميلا أو 40 كيلو متر فبالتالي يوجد صوابق لهذا القرار ولكن توقيته جاء مفاجئة لمعظم الأطراف المتابعة طيب بالحديث عن التوقيت هل ربما هناك أي مجال للربط بين التوتر الحالي بين روسيا والولايات المتحدة على خلفية أزمة أوكرانيا وهذا القرار وما تداعيته برأيك من الممكن نحن نتخذ أن روسيا حاليا مجغولة في الملف الأوكراني فبالتالي يمكن أن يتم تمرير هذه القرارات ولكنه في النهاية هو قرار سيادي للحكومة الأمريكية وتستطيع أن تطبقه وكما ذكرت أنه يوجد صوابق له وبالفعل في الوقت الحالي الدبلوماسيين الإيرانيين والكوريين الشماليين يوجد عليهم نفس التحديد ولكن توضيح سريع هذا لا يمنع حركة السفير الجعفاري في أنحاء الولايات المتحدة ولكن يستلزم أن يقدم اختار إلى الخارجية الأمريكية إذا أراد أن يتحرق خارج نطاق الأربعون ميلا سنرى في المستقبل إذا أراد الجعفاري على سبيل المثال أن يذهب إلى أحد المدن الأمريكية للقاء السوريين هناك هل سيتم منعه أم كيف سيكون الواضح شكرا